موسيقى صباح الخير مازالت زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان في صدارة صحف بيروت خصوصا لجهة التوقعات المرتبطة بها بالنسبة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي عشية جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية غدا إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية لتقييم أحوال المالية العامة فيما تمر أيضا اليوم الذكرى العاشرة لحرب تموز التي انتهت لولادة القرار الدولي 17-01 كلها عنوين سأبحثها مع ضيفي النائب الأستاذ ياسين جابر عضو كتلة التنمية والتحرير مع الأستاذ جابر صباح الخير صباح الخير إليك ولمشاهدين للمستقبل طبعا زيارة الوزير الفرنسي هي محور اهتمام بشكل عريض اليوم بالصحف رح نبدأ من خلال كاريكاتور ستاف روجبرة بجريدة البلد رسم الوزير الفرنسي وهو يعطي عفوا بجريدة الديلي ستار وهو يعطي لبنان جرعة من دواء الاستحقاق الرئاسي ومنشوف لبنان عم بيبكي عم بيبكي ما بده هذه الجرعة أم عاجز عن الاستفادة منها يعني واقعا للأسف شديد طبعا أنه التوقع اللي عم نشوفه التوقعات أنه كأنه فيه إنجاز للاستحقاق الرئاسي لأنه وزير الخارجي الفرنسي قدم إلى بيروت أنا برأيي فيه غير محله لأنه يعني هو بيقدر يمكن ينصح بيقدر ينبه بيقدر يحس الفرقاء اللبنانيين ولكن بالتأكيد يعني الفرقاء اللبنانيين هم مسؤولين أولا وتانيا يعني ما كل فريق عنده ارتباطاته الخارجية يعني فيه عدة مرجعيات إقليمية ودولية لها دور في هذا الأساس هلأ يمكن بيقدر الوزير بتقدر فرنسا تنسق بتقدر تساعد ولكن يمكن يعني فرنسا بقربة للبنان تاريخيا فيه تأرير عمل من قبل لجنة نيابية فرنسية نشر بالأمس حضرت إلى لبنان ونشر هذا التقرير وهو يحذر يعني يمكن معك وبغير محطات صنع مرات عديدة عم نحكي عن خطورة الأوضاع الداخلية اللبنانية عن التردي في وضع المؤسسات اللبنانية تعطيل الحياة الدستورية الخطر البالي لليوم بدون يبحثونه مثل ما ذكرتي بمجلس الوزراء الجمود والشلل الاقتصادي يعني كل هذه الأمور لا تستدعي من اللبنانيين يعني خليلين انتفاضة عن نفسهم لأجل يعني إعادة إحياء المؤسسات الدستورية في البلد اللبنانيين أو الطبقة السياسية مع الوزراء يعني أنه المسؤولين يعني بالنهاية الطبقة السياسية بعضهم اللبنانيين مجددين ثقتهم فيها من خلال الانتخابات البلدية بشاك لا الانتخابات البلدية محمل التغيير بان منح اللبنانيون الثقة الانتخابات البلدية فرجت في انزعاج ولكن الأحزاب أخذت بلديات كتير بشاك يعني هنا في عدة حسب المنطقة حسب أي منطقة بأي حال أشرت لارتباطات اللبنانيين بالخارج يعني مثل ما كتب اليوم الاستاذ رفيق خوري أن الفرنسي وجد نفسه في لبنانين إيراني وسعودي ولكن فرنسا ترفض اليأس وإن كانت عينها بصيرة وصارت يدها قصيرة بالأمس كنتم في العشاء يلي أقيم على شرف الضيف الفرنسي يعني ماذا لمستم من هذا الجو ما هو هذا الحكي يعني هو ألقى كلمة يعني شبيهة أيضا بالذي سيقوله اليوم هو طبعا استعراض لعلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا العلاقات الثقافية الاجتماعية وغيره وحرص على لبنان حرص باسم فرنسا والمجتمع الدولي على استقرار لبنان طبعا ذكرى حرب تموز ماثلة دور الفرنسي في الاستمرار باليونيفل وفي تنفيذ الـ 1701 دعوة اللبنانيين لأخذ الأمور بأيديهم يعني وانتخاب رئيس يعني هذا الكلام هذا بمحور الحديث هذا نفسه صحيح أنه كان مثل ما قالت المستقبل هو مستمع أكثر منه مبادرا يعني هو اللي سألكم شو الحل؟ لا يعني ما صار نحن ما كان فيه سؤال وجواب أو سأل القياديين يلي التقاه يلتقى بعدد من القياديين هلأ ما بعض شو سألهم لأنه ما كانت موجود نعم ولكن بتصور أنه يعني ما بتصور أنه فيه يعني وزير خارجي أجنب يجيه على لبنان يملي على اللبنانيين أنه يلا روحوا عمله هاي يعني حجبا نتخيل يوحي يوحي يعطيهم وحي بعين هو الوحي أنه أنتوا بخطر حلوا مشكلتكم هذا الوحي طب يعني هو رحلة مش بحاجة لحدا يقلنا قديش نحن اليوم وغضعنا حساس نعم هل على علمك نقل للبنانيين أجواء لقاء وزير خارجية إيران والوزير وزير خارجية سعودية يعني هون كان فيه تركب هذه بديك تشوفي القياديين اللي التقى فيهم يعني في الأمس التقى بعدد من القياديين ما بعرف شو الأجواء بيناتهم واليوم عنده لقاءات مع رئيس المجلس رئيس الحكومي نعم مع البترياري يعني ما بعرف الحقيقة شو يمكن نعرف بين اليوم عاشية أو بكرة أكيد بيبلش يصير فيه شو الأجواء اللي كانت موجودة بس أنا بتصور بشكل عام يعني بشكل عام ما حدا يتوقع أنه فيه خلينا نقول يعني هيك جاي ومعه عصينية رئيس المهورية مش هيك الأمور مثل ما قالنا ومثل ما ذكر الاستاذرا فيه خوري فيه يعني لاعبين إخليميين ودوليين عديدين على الساحة اللبنانية والأمر بحاجة إلى تفاهمات بينتهم هل أشارت قليمه إلى اتخاذ خطوات بمجلس الأمن بمعرض حديثه عن الاستحاء الرئاسي لا لا مطلع لأنه اليوم جريدة الديار قالت أنه في يد الفرنسيين ورقة وهي حمل الملف الرئاسي لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار وشبهت الأمر به وقت لاتخذ القرار 1559 هل عم بتشوف مع الوزير أننا في وضع يشبه يوم تخذ القرار 15 أهل إذا هذا الحد يعني ما في كان كلاما يعني ما ما كان في كلاما يعني ما لا أكيد يعني واضح موقف العماد عون وحلفاء وهو طبعا بعده بموقف أنه هو أكثر تمثيلا لديه تحالف قوي بهالإطار تحالف الأقطاء يعني قطبين أساسيين يعني من جهة طبعا ثماني أدار ومن جهة القوات اللبنانية دعم القوات اللبنانية فيعني صار بموقع قوي من ناحية بعتقد أكيد إذا عنده كل هالتحالف الواسع طبعا قوي ولكن قطبين بقولوا هذا التأييد ضروري ولكن غير كافي هالموضوع بين لأنه بحاجة بحاجة بعد أول شيء قصة التلتين وتاني شيء قصة مكون أساسي بالبلد بده يصير فيه تفاهم بيناتهم يعني هو بحاجة التفاهم على المستقبل بكل وضوح من أجل ماذا يعني ما بتقدر التيار المستقبل بيقول أنه عملوا جلسة واحضره ونحن منشارك يعني مجرد حضورهم الجلسة نعم نحكي عن جنرالعون مش عم نحكي عن الجلسة العماد عون بده موافق التيار المستقبل بس التيار المستقبل عم بأمن تغتيل بده توافق مع التيار المستقبل النائب جملات نصح الدكتور جهجع بحسب السفير أنه يزور الرئيس بري وإيادة حزب الله وأن تحاول إقناعهم بمبارراتك فأنا لا أستطيع القيام بأكثر مما قمت به ولا أريد أن أتسبب لنفسي بالمزيد من الأحراجات يعني الكرة عم تنوضع بملعب حزب الله مثل الرئيس بري نفس الشي لا نفترض عقدت مثل بتفضلتي أنه نزلنا كلنا على الجلسة وطالة المستقبل أما النصاب هل ينتخب رئيس يقترع ضده مكون لبناني بكامله ليش مكون لبناني بكامله وقت حكومة الرئيس مئاتي ما أخذت السئة بأصوات بعض الأصوات السنية التي ما نعليها حزب الله الحكومة شيء ورئيس جمهوري شيء بس أنه كمان منا نعيد هذه التجربة يعني ما كانت التجربة كثير ناجحة نعيدها مشاهد فإذن فإذن أنه المطلوب اليوم توافق سياسي لماذا حزب الله لا يحسب من الموضوع معالي الوزير ما تنيناتهم خلفائه كيف يحسبوا باقتراحه أنه يتفقوا أنه هذا هو مرشح من أدار مين ما كان يكون يعني يختار شخص يقول يختارين جنرال عون ولو كلها والوزير الفرنجية على ماذا يراهن إذن؟ ينتظر ماذا؟ لا يعني هو الـ بلان بي بالنسبة لحزب الله فيه كلام بيقول أنه يمكن حزب الله يعني يريد الوزير الفرنجية ولكنه بنفس الوقت لا يريد سعد الحريري برئيس مع الرئيس بره بدكتور جعجع لا حدها لا لا تلقى الطلب من معراب عين التيني ما على علمي ما على علمي بس ممكن بس ما على علمي كمان في كلام أنه بيد الرئيس بره حل هذا الموضوع من خلال قصة النصاب أو من خلال أنه ما يعود النصاب تلتين لأنه ضرورات تبيح المحذورات سترولها هيدا بوضوع مش قابل للاجتهاد أنه تبقى الجلسة مفتوحة مش تتسكر كل مرة لو تنفتح في الجلسة جديدة لا أول شيء أول شيء هذا مش موضوع قابل للنقاش لأنه يعني خلينا نتذكر شو صار من سنتين وشوي من سنتين وشهر تقريبا شهر ونص اجتمع مكتب مكتب المجلس مش هي وقرر أنه نصاب التلتين هو المطلوب لرئاسة الجمهورية كل الكتلة يعني هذا شيء تفق عليه نعم ولكن لم يكن الأمر ما متصورين ياخد سنتين بك عراسي بس إنه ما مش متل السحابة الدستور بفتحهم من سكروا قدل بدنا ما هيدا اتفقنا على تفسير الدستور وصارنا سنين طويلة مش من اليوم من أيام الثمانينات وقبل منها تلتين هو ما أمر مطلوب لافتتاح جلسة انتخاب الرئيس هلأ الانتخاب الجولة التانية بيصير بأكترية بسيطة بس مطلوب لافتتاح الجلسة حضور تلتين المجلس النية يعني مش اجتهاد عند الرئيس بره هو بيقرر إنه ولا بتعرف طولت الرئاسة خلينا نشوف بارك من عملها أكترية بسيطة بشكل أمور هلأ رئيس بره ينتظر موعد ثلسية اليوم نقل نقل طارق ترشيش بالجمهورية عن العماد عون قوله إنه ما في سلة لأنه رئيس بره حكي عن سلة هايدي ضدنا ما بيكون في سلة إلا إذا كنت أنا مسكتها يعني إنه يكون هو رئيس الجمهورية رئيس بره هنا يعني موقف العماد عون مش جديد يعني لم يتغير على ماذا يعول لا شوفي هو هذا موضوع السلة خلينا نفسره شوي إذا معك ديتين نعم السلة شو السلة يعني السلة لما دعي للحوار دعي الرئيس بره الحوار فيه ست بنود جدوى الأعمال للحوار ست بنود أول بند بالطبيعة لما بلشت القصة رئاسة الجمهورية فيك تبلش بشي غير رئاسة الجمهورية ما هي الشيغراوه ومن ثم قانون الانتخاب ومن ثم الحكومة يعني كل البنود الموجودة حكومة قانون الانتخاب طيب صارنا هلأ كم جلسة حوار منبلش برئاسة الجمهورية وما منروح لمحل تاني وما بيطلع نتيجة فهو عم يجي يقولون أخي مدام هيك القصة طيب ها ست بنود تعونوا بحثهم كلهم مع بعضهم بركي هيدا بده هالشي بسأنا جنال العون بده الرئاسة مش هاي نعم بركي بيعطي بمحل تاني لا ياخد هيدا يعني ما هي بالنهاية انه هيدا انه خلينا نحطه على الطاولة ونشوف بركي بنظهر بمخرج لكل الازم اللبنانية هلأ بسموها سل ونشوف يعني هيدا القصة كلها وما فيها انه تعون نتفق كيف نظهر بالبلد من الازم اللي عم بتعيشها اذا بقينا معلقين على رئاسة الجمهورية كل واحد طب يعني طبته مسكرة ورقته مسكرة طببة نعم ما بده يفرجي شو بده عم بلون طب كل واحد يقول شو بده لحتى نقدر نتفق ونظهر من هالنفق المظلم اللي ما عايشين فيه البلد يعني بعد البلد يحمل مزيد من التأجيل والتسويف والكلام اللي ما بيوصل لمحل والجهد اللي ما بيعمل نتيجة البلد استوى ما عاد قادر معم بس رأي سبني بهال محل نعم براهن على لبنانية القرار بوقت بلاشنا حديثنا انه القرار مش بايدة اللبنانية لا ممكن خلينا نفترض التالي نفترض انه كل فريق بيعرف هو شو هو بده شو مرجعيته بده مش هيك ما تعاون نعمل الديل هون يعني انه خليها نحكي على البيرد احلى ما يكون على الحامي هو على الحامي حتكون بشعة كتير كتير يعني لا ما عمقول على الحامي يعني رولا انه لا سمح الله حرب لا كلنا تعلمنا من الحرب نعم بس الحامي هو وضع اقتصادي يتدهور اكتر وضع مالي لا يستطيع ان يستمر بالصمود يعني ما هو بي بمعادلة بسيطة اليوم بدي يعرض وزير المال شو بدي يقول لله ايضا اول شي مدخيل الدولة عم تنخفض فاذا العجز عم بيزيد عم بيكبر حاجتنا للاستيدان احنا بدون ما تنزل مدخيل الدولة سنة الماضي بالالفان وخمسة عشر مع التمسك بعدم الانفاق الواسع وغيره وما في مشاريع استثمارية نحنا عاملين عجز بالخزينة اربعة اربعة ونصف مليار دولار طيب دبرناهن اديناهن هلأ بالالفان وستة عشر بدنا اكتر منهن وبالالفان وسبعة عشر طيب مين بدو دينك يونهن دول؟ بعد البريك رح نتابع بهالفكرة وبقصة النفط يلي كمان عم تنربط بملف رئاسة الجمهورية لحظات وان اوت نواصل هذه الحلقة مع معالي الاستاذ يا سينجابر اذا كنا نتحدث عن زيارة الوزير الفرنسي اليوم صحافي علي حمادي بجريدة النهار نقل عن ديبلوماسي عربي مقيم بباريس بيقول له لا رئيس في لبنان قبل ان يحصل اختراق سياسي حقيقي بالازم السورية ولا نفط للبنان قبل النفط السوري يعني حتى التعطيل برغم الاجواء التفائلية اللي سادت في الاسبوعين الماضيين سيصل الى قطاع النفط شوفي يعني هلا هذا طبعا كله حكي ونقل فلان عن فلان وفلان قال لفلان بشو معين ان الكربة جيطة لكشي بس خلينا نحكي الامور مثل ما هي اليوم ليش اصلا نحنا متوقعين انه بس نطلع المرسومين بعد جماعتين مبلش نطلع نفط يعني ما خلينا نكونوا واقعيين لانه توافق رئيس برري والوزير جبران بسيل طال انتظاره يمكن من اجل ذلك عم برحط امال كتير ليش حدا زعلان اذا الفرقاء عم يتفاهموا مع بعضهم ليمشوا موضوع مهم يعني اولا في خلوات باثنين ثلاثة اربعة اب شو ننطر الخلوات هيدول الحوار لحتى وقتا نجرب نعمل حل ما بدي يكون فيه لش الرئيس الحريري مش عم يعمل حركة اجتماعات وتمهيد وكذا وتفاهم الكل عم بيجرب انه بهالفترة من هلأ الى الخلوات نعم نجرب نعمل يعني خلينا نقول حوارات ثنائية وثلاثية ونحكي مع بعض بركة منوصل على هالخلوات بحل ما نقدر نظهر من الخلوات باعلان انه والله قدرنا نتفع على ملفات معينة على رئاسية وغيره بس بموضوع النفط يعني اول شي خلينا نقول التالي لبنان واجبه انه يجهز حاله يعني لبنان واجبه يطلع المراسيم يطلع لقوانين يكون هو بحالة انه جهوزي الاعلان انه هو جاهز للنفط نعم هلأ من 2013 لهلأ كل ملف النفط بالعالم اختلفت احنا ب2013 ايجو هيدول الشركات بس من 2014 انهارت اسعار النفط عالميا نعم كل المعطى تغير اضافة لذلك رولا تم توظيف 330 مليار دولار بالطاقة المتجددة فصار فيه معطى اخر طاقة البديلة اللي هو الطاقة البديلة اليوم البرازيل عملت مناقصة لتشتري كهرباء من الطاقة الشمسية لزمت الكيلوات ب3 سنت ونص من الطاقة الشمسية اضافة لهذا الامر اذا انتبهت من كم يوم اعلى الولايات المتحدة انه هي عندها مخزون نفطي اكتر من مخزون الخليج والمملكة العربية السعودية اليوم الولايات المتحدة اللي كانت مستورد اساسي للنفط اصبحت احد مصدرين نفط يعني عم بتقصد بكلامك اوبيك ودورة بالمنطقة يعني تقريبا فيك تقولي شبه اضمحل يعني عم تقصد معالي المتحدة ما لازم ان نعلق امال على المتحدة مش لست نعلق امال قصة انه ما فيه بعد كم يوم فيه نفط وغاز في لبنان ولكن شو اهمية انه لبنان يجهز حاله ويحط نفسه على الخريطة النفطية فيه قطار بالنهاية بموضوع النفط والغاز ببحر المتوسط بده يقلع اذا لبنان مش ضاب بالشنطة ووقف على الرصيف بيروح القطار طب وين رئيس الجمهورية يكون هو عم بيرعى هالأمر انت بفكرة بيجي شي شركة بتاخد بلبنان واذا ما فيه رئاسة جمهورية وما فيه نظام سياسي عم اشتغيل ولكن برجع بقول ما احنا مفروض انه هيدا ما يخلينا ننثني عن تجهيز انفسنا يعني اصدار مراسيمنا اعلان نحنا شو يعني مثلا شو هن المرسومين اللي موجودين بال واحد بتناول تحديد البلوكات بشكل نهائي التاني بتناول العقد اللي لبنان بده يعرضه على الشركات ما فيه خيارات بالعالم مثلا العراق اختار انه يعمل عقد خدمات يعني بيعطي شي مقطوع للشركات لحتى تطلع له النفط طبعه انضر كتير بانهيار اسعار النفط لانه صار سعر النفط الخدمات تشكل اسم كتير بينه فيه الدول عامل شراكي نحنا مثلا فيه مقدمين اليوم اختراع عقد باعتقد على اساس الشراكي فعملية وبدنا نعمل قانون يعني مجلس الوزراء مطلوب منه شغلتين اقرار المراسيم نعم واقرار مرسوم بانون الضريبة لانه لك الشركات لن تأتي الا ما تعرف وين هي البلوكات وشو نوع العقد اللي بده تتوقعه شو نوع الضريبة تدفعه واضافة الى كل ذلك شو المناخ السياسي بالبلد مين بيجي عبلد بده يقعد له كم سنه لحتى يصطلع مرسوم بده يكون فيه نظام حكم عم يشتغل عشان هيك رئاسة حكومة جديدة مجلس نيابي فاعل وبيشتغل وبيحاسب وبيعمل هو مطلوبين كلهم بس اهمية انه نحن نعمل هالخطوات هايدي انه نحط حال ده على الخريطة النفطية بالمنطقة وبالبحر المتوسط وهذا بيعطينا توقعات ايجابية للاقتصاد اللبناني للمستقبل يعني اذا حدا نسألك انت عليك دين هالقدي منهم بدك تسكري بتقليلو ولا مستقبل لانا عندي ثروة نفطية تقدر بهالقدي ممكن هايدي تساعدني بتخفيف ديني باركي منقدر نتدين اكتر بعد اكتر من هيك بلقاء الرئيس بري مع الوزير جبران بسيل وبعدين مع العماد عون هل على علمك فقط اتصر الموضوع على النفط ام يعني سارت تكاهنات انه تكون نعرضت بهذا اللقاء او التوافق اتى بمقابل مقايدة معينة منعطيكم بالرئاسة بتاعتونا بالنفط شو بتقول عن هذا؟ هو لو قصة الرئاسة عنا ممكن بتقولي هالشي هيدا قصة الرئاسة مش عنا ما بعدنا حكينا قبل رولا قصة الرئاسة وعدتها وين موجودة يعني اليوم نحنا ككتل نيابي اولا ب عم بتشاركه عم نشارك بالانتخاب وسنشارك بأي جلسة بقوله نعم بتشاركه لانا عارفين انه مفي رئيس لا لا مش صحيح مثل يمكن المكونات لا نحنا مع انتخاب رئيس الليلي قبل بكرة شو قصد الرئاس بري بسأل عدس بترابه كل شي بحسابه لانه الرئاسي امر اخر اليوم الاجتماع اللي صار بين الوزير بسيل والرئيس بري نعم هو فيه يعني معروف انه فيه مجموعة من العقد وفيه يعني مشاكل بين الطرفين بلشت من قصة الميومين لا قصة الكهرباء لا قصة النفط مش بس موضوع النفط فمطلوب كان تصفيت هذه العلاقة من شوائبها تصفيت يعني انوضعت على الطريق ما هو بالنهاية من خلال التطبيق بتصير الامور مش هيك انوضعت يعني خلينا نقول يعني نحنا بنهاية المطاف كلنا بتحالف واحد بمفروض يكون فيه علاقة افضل بين هاي المكونين بعض فيه تحالف بعض فيه ثماني قدار مش بعض فيه اربعة عشر ما هو كلهم خلط الوراق لا انا عم بتقل عن ثماني من خلط الوراق كلهم يعني بالنهاية منيح ينخلطوا يعني منيح انو كمان ترجع الحياة السياسية كن فيها ديناميكية وانفتاح بعضنا البعض يعني مثلا انو نحنا اي نحنا بثماني قدار بس نحنا كمان مفتحين على مكونات اربعة عشر يعني مثلا مع المستقبل فيه حكي وفيه تعاون وفيه مثلا بين الحزب والمستقبل حوار يجري كل فترة لاجل يعني البحث ايضا عن كيفية ازالة الشوائب من العلاقة وتفادي مشكل بالبلد التوتر بالبلد يعني انا يعني بالنهاية المطاف شوفي هلأ خمس سنين حرب بسوريا الفتلة نظري كل يعني كل سار يقول هلأ ما فيه إلا حال سياسي طيب ما نحن ناخدها من قصيرة ونلاقي حال سياسي شوفينا نروح بيحرب لنقول لنخل الحل السياسي نحن 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 حزرانين الحزورة انه ما حنروح على مشكل داخلي في لبنان الفراقاء كله نوعيين لهاشي ومشكورين القيادات انه نوعيين لهاشي مهمنا استقرار لبنان ونحافظ عليه ونبحث عن حل سياسي بدون ما يعني نعمل بالشعب اللبناني هيك تجربة رئيس بري والعماد عون نقل نقلت مصادر العماد عون من فترة انه هو يعتبر انه رئيس بري رأس حربة يمكن رأس حربة كوة 14 قدار لرفضه وصوله او الاسم المتبقى من 14 قدار لرفض وصوله يعني دائما كان هناك انطباع انه رئيس بري ما في كيميا تجمع وإيجابة بالعماد يعني ما حدا فيه جر حدا عموقف فيه تحاور معه عموقف مشكورين نقول الحوار بلج يعني من خلال اللقاءات اللي صارت لأ من خلال اللقاءات اللي صارت صار فيه خلالًا نقول يعني اول شي كسر لهل كان فيه خلالنا نقول نوع من قطيعة من فترة ما فيه اللقاءات كسرت هلقطيعة من خلال لقاء بين الوزير بيسير و الرئيس بري من خلال زيارة الجنرال عون للرئيس بري للمعايدي وكيد يعني بيكونوا حك intimate فينا نتفائل أنه في رئيس بيقاب فيها هلأ تكهنات عم بتقول أنه بمنتصف قاب العماد عون بعد بلحق الصيفين هلأ أنا ما فيه يتكهن ونقدر مترك التكهنات لهدول اللي بتنبقوا فمتي كيف أنا فيه اتمنى أنا بتمنى يكون فيه رئيس للبنان بكرة مش بيقاب بين الواقع والتمني هلأ ديناميكية المنطقة يعني شوفي اللي بيخليكي شوي تقولي بركي هالتمني يزبط أنه فيه بالمنطقة متغيرات كتير كبيرة يعني مثلا أنه مين كان بيسدي أنه خلال 24 ساعة مشكل طويل عريض في دم بين تركيا وروسيا بينتهي 24 ساعة يعني مصالحة تليفونات وخلال 24 ساعة بيشحن له ألوف السواح بتشارترز لأنه كانت تركيا عم بتعاني من فراغ قاتل بالفنادق طبعه بالسياحة وبكذا ورفعة العقوبات بالكامل طب هدا متغير كتير كبير مش هيك؟ يعني فيه بتحسي فيه ديناميكية معينة يعني مثلا قرار الدخول إلى الفلوجة يعني مش مسحة أيضا أنه بتغطي أمريكية يعني نحن كلنا كنا بخمس سنين الماضين نسأل طب يا عميمة هدا الطيران الأمريكي يعني فيه فيلم مبعف إذا اللبنانيين حضروا اسمه Eye in the Sky بيفرجيك كيف كيف الحرب الحديثة بتشتغل يعني كيف بيقدر يفوتوا عقودة النوم من خلال كاميرات إذا أرادوا إذا أرادوا طب ما كانوا عم بيشوفوا شو عم بيصير صار في شي جديد أنه مثلا قافلي للداعش ظاهرة من الفلوجة وبيدت عن بكرة أبيها وبالليل يعني شافوها بالليل وبس نبيوا الطيران نزل ليها ما خلى فيها مبشير فهي هلأ اليوم مثلا زيارة وزير الدفاع الأمريكي مبارح للعراق وأعلانوا دعم الدولة العراقية بالدخول إلى الموصل وإرسال جنود حتى لحتى يدعموا الطيران مطالبة فرنسا يعني فرنسا بتقول له مش بس تعشد ربو النصرة كمان يعني بتحسي أنه خلاص فيه قرار اتخذ بالقضاء على هذا الأرهاب وبالبحث عن حل سياسي في سوريا سيلفح اليوم كمان مش يعني مش مش قليل أنه يعني فجأة تبلش تلاقي وفود أوروبية تذهب إلى سوريا نعم يعني كان في وفد إيطالي مبارح كان في وفد أوروبي نائب وزير نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجي ببرنامه أوروبي مع اثنين أعضاء كانوا موجودين بسوريا عم يستقصوا يعني بتحسي أنت المنطقة فيه متغيرات فيها واضح جدا أنه فيه اتفاق روسي أمريكي كبير على ترتيب الوضع بالمنطقة نعم هلأ بلفحنا هالاتفاق هالقليل يلفح قانون الانتخاب شو معلوماتك عن هالقانون هلأ هلأ رئيس بره مصر على إشراء الانتخابات بوقتا بيقول بقطع عقيدة ولا بمدد لمجلس النواب من جديد يعني بالمنطقة بعد فيك تمدد رولا يعني يعني خلاص كل اللي صار غير منطقة مثلا بقوله بتعطي اللي بقوله game over يعني معاش فيك البلد رائل يعني المنطقة رايحة على المصالحة المطروح بالحل السياسي بسوريا انتخابات مثلا مشاي نصير فيه انتخابات جديدة ونحن بنقول لا ما نعمل انتخابات بنمدد عقيدة أنون هو أول شيء نحن ما فيه فراغ تشريعي فيه بالبلد أنون انتخاب هلأ البريد يغيره بده يقعد يعمل حوار حقيقي لا تغيره أما كل واحد بده يقول أنا بدي هيك ويقعد بالزاوية ما حيصير فيه انتخاب جديد عشان هيك لما منحكي أنه خلينا نكشفه راقنا وكل واحد يقول شو بده لحتى نقدر نوصل لنتيجة ففيه مهلة من هلأ إلى تشرين تشرين أول تشرين ثاني هلأ المسلم به أنه كل المكونات بده عفوا أنون يربحها إلى وليس يحسن التمثيل مواضح ما هي كان أي أنون بده يربح الكل ما هو عشان هيك لازم يكون الأنون مش معروف مين بيربح فيه لحتى نقدر يعني نمشي فيه كل واحد عم بيجرب يفصل الأنون عقياسه وهذه مشكلة بالأسف أنون الدوائر الفردية أو بين الأكثر والنسبة يعني أي أنون أكثر شيء تشعرونه دوائر الفردية بيصيروا النواب مخاتير بالبلد بس بأول محاسبة أنه بيصير يقدر الناخب يحاسبهم لا فيه أنون والله لكي أنا اتطلعت على الأوانين كلهم فيه أنون اللي عمله الوزير مروان شربل بأيام حكومة الرئيس مياتي مش عاطل هو نسبية بالكامل ب13 دائرة هلأ فيه إذا مثلا مثلا فيه توافق عليه من كتاة الأخرى أنه بيقوله لأ منعملهم الـ 14 يبقول لأ منعملهم الـ 15 ولكن فيه توازن كل الدوائر معدل عدد النواب فيهم عشر 12 نائب وعلى أساس النسبية بالكامل يعني هذا أنون مثلا ممكن فيه أنون اللي صدر أيام الوزير فؤاد بطروس وهذا كمان مختلط فيه أنون يعني أنه بالنهاية بس يعني بدنا نسلم أنه ما حداً حيعطينا أنون أكيد نحن بنربح فيه وهو بيخسر ما هيقبل بدقن أنون بقسم ومن أجل ذلك في انتباع أنه بقينا على الأنون اللي حيصير إذا بقينا نبرم بهالدوائر هايدي من الجدال البيزنطي حنروع على انتخابات على أساس أنون القائم لأنه مبدأ إجراء الانتخابات يعني لا نقاش فيه لا نقاش فيه فبيبقى أنه بدكم نتغيروا الأنون الحالي أوكي بس تعني اتفع على أنون جديد وإلا رايحين بنفس الأنون ترجع بتجي نفس الطبق السياسي نرجع بنقع بنفس الأزمة أليس كذلك؟ لا ما بيكون فيه تغيير حقيقي هو الواقع هيك بس شو المقدور عليه؟ أرأم الوزير علي حسن خليل المخيفة بحسب جريدة اللواء وبقية الموضيع بنا نذكر سوى حرب تموز اليوم ذكرى العاشرة لاندلاع هذه الحرب بعد الفاصل أهلا بكم الجديد إذن اليوم جلسة استثنائية سيشهدها مجلس الوزراء ستشهد من خارج موضوع المتعلق بالمالية العامة مداخلات لعدد من الوزراء الممتعدين جريدة اللواء تقول أنه الوزير علي حسن خليل رح يقدم تقرير وصفته أوصاته بأنه يتضمن أرقام مخيفة وهو بمثابة دق نقوس الخطر هون سؤالين أرقام مخيفة شو المقصود بس نقول أرقام مخيفة بالنسبة للعجز يعني أم هلانيش ما بتقروا جرائب كل الناس عم تقرأ بس ليش هلأ هلأد لا هو كان فيه جلسة قبل الخوف كبير يعني من قبل وزير علي هو كان فيه جلسة قبل وتم تأجيله وقته أزم ذكره كان فيه قصة القاع نعم فسبحته فيها هو صروا بطالب من فترة بأنه يكون فيه جلسة جلسة بطالب بأنه إصدار موازنة أول شيء الضغوط كتير صارت كبير من العيم آف من البنك الدولي من غيرهم على لبنان أنه لا تستطيع أن تستمر بالمسار اللي أنت ماشي عليه ثاني شيء بالصحف يعني تنشر أرقام تراجع الصادرات يا بدخلي لما كل الناس بالبلد عم تخسر يعني قطاع السياحي خربان بيته قطاع العقاري خربان بيته قطاع الصناعي الصادرات نزلي 15% القطاع الزراعي يا حرام بده مين يساعده لأنه إضافة أنه مش قادر يصدر فيه منافسة عليه عم تجي من سوريا طب هيد القطاع المصري فيه هلأ ملبك بين الفتكة وبين قانون العقوبات على حزب الله وبين كذا بعده يمكن عم يربح بس أرباحه نظرية لأنه بالنهاية وهو بيربح بس بيرجعب يديره للدولة فعمليا كلها طب مين بيصدر ضرايب لما كل هيدول عم يخسروا من يبقى تيجي مدخيل للدولة فإذن فيه تراجع بالمدخيل فيه هالعجز اللي موجود أصلا عم بيزيد طيب بده ده ناقص الخطر على مسامع مين هو اليوم للأسف الشديد فيه سلطة قرار واحدة في لبنان اللي هي مجلس الوزراء مجلس الوزراء يمكن يعني يخوفه بس إذا ما فتحنا مجلس النواب ما فيه نتيجة لأنه إذا ما ديك تحطي مدخيل جديد للدولة يعني نوع من ضرائب مثلا ضريبة على البنزين مبعب زيدة البيئيتي واوة كلها الأمور هايدي ما بده قوانين نحن في لبنان للأسف الشديد أخذنا قرار فيه قصم من القيادات اللبنانية أخذت قرار لا سكروا مجلس النيابة مين قصم القيادات اللبنانية لسكر المجلس هذا اللي ما منقبل نفتحه وما منقبل كذا وما منقبل نشارك ومكونات ما بتجي وما بعد شو سكروا المجلس النيابة فيه بلد بالعالم بسكر مجلس النيابة نحن سكرنا مجلس النيابة هيا أنا هلا قاعدين نتسللنا بشي لجنة من روح كذا بس شو منشتغل النواب لش أن ما نعمل رقابة كيف نعمل رقابة إذا فيش أليات جلسات مناقشة وجلسات استجواب وكلها كيف تشتغلي فيه مئات الأسئلة النيابية موجودة بأدراج المجلس يعني كله معلق ببعضه بهذا المعنى إذا تخب الرئيس تنشي الحياة السياسية هل ناطر البلد ليكل كف لي فيه ما البلد يعني استمرار الحال من المحال ما فيش مجال هذا الاقتصاد والمال علم هذا الاقتصاد والمال أرقام منه النظريات مش أدب وشعر هو علم مثل الفيزياء مثل الكيميا تعملي هيك بيصير هيك مثلا بتحطي بالفيزياء بتضرب هاي دي بتروح لهونيك مثل اللعبات البليار البليار فعمليا نحن عم ناخد حالنا وعم ناخد البلد عم حال كتير خطير يعني تأخروا بيرفع الصوت يعني حدا بيصدق بره انه بلد قاعد 11 سنة بدون موازنة هاي السنة 11 يعني هنا يفعل شو يعني بدون موازنة أساسا أول برلمان أنشئ بالعالم هو كان ببريطانيا ليش أنشئه البرلمان لا يضبط انفاق الملك سأنتي كيف هلأ الموازنة هلأ بيجيب وجاب وزير المالية سابقا طلبات رفع سقف الاعتمادات اللي موجودة بالألفان وخمسة زدناهن بس بس الموازنة مش إنه تزيد الانفاق منين بدك تجيب لا تسكر الانفاق الموازنة هي موازنة بين المدخيل والمصاريف نحن اليوم نحن اليوم أنا عضو بليجنة المال نعم من سنين طويلة ليه مقلمة هي ما عم تتقدم الموازنة هي عم تنبعط عمالشة الوزراء ما عم يدرسها ليه ليه ما ما بعرف ما هو هذا هذا السؤال الكبير كان قبل تعرقليت أنه بدنا نعرف بالألفان وخمسة الرئيس سانيورا وين صرف الأموال بعدها وقفة هونيك يعني بس للوراق لا مش هيك لازم يقر المجلس الوزراء وتجي على المجلس النيابي هلأ كان فيه نقاش وقته أنه حساب القطع ومبعشو بس هايدي بالنهاية إلى مخارج بس ما فينا نستمر نعم بدون موازنة موازنة كيف يعني أنه نوازن بين مدخيل الدولة وبين انفاق الدولة على قضي بساطك بتمد جريك لأنه فيه كمان حكي عن صرف على طريقة الاثناء العشرية غير مدهور النفقات التوزيف العشوائي التهرب الضريبة يعني فيه عدة نقاط رح يصيرها الوزير علي حسن خليل اليوم هلا هذا غيض منفايد يعني شو بدك تعدى لتعدى شو بدك تحكي لتحكي دولة ما عملك ما حدا يعني هادي دولة قصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب يعني أنه أنا بتحدى أي وزير يقدر يقلي أنه شو مدخول الدولة عن جد وعشو متكل يعني كله بده مصاري وكله بده انفاق بس عشو متكل من أجل ذلك يقال أنه الوزراء اليوم أو مكوناتهم ممثلينهم السياسيين منصبهم الوضع كذلك يعني كل وزير بمثابة رئيس ما في رقاب عليه على مصروف وزارته التوظيف العشوائي اللي أشر له التقرير يعني بالنهاية كمان في مستفدين من هذه الحال أليس كذلك تعرف اكتشفنا بدي أحكي شغلي يمكن تزاعد البعض بس بدي أقوله كنا عم ندرس أنون لمكافحة الفقر المطقع اسمه conditional cash transfer هيدا أنون عم ينعمل اللي حتى يصير يعطي للناس اللي حالتهم كتير فقرة حوافز ليتعلموا يعلموا ولادون ومن ثم يلاقوا شغل يتمرن ويعمل تدريب اكتشفنا أنه بلش نوع من هيدا المشروع بوزارة الشؤون الاجتماعية من 3-4 سنين ونحط له موازنة اكتشفنا أنه اكتشفنا الموازنة عم تروح مع عشات صار فيه 800 فيوظف بها المشروع من أجل هالمشروع مع الطريق مع الفقرة مش عامل حق لهم لأنه دحشوا الدنيا كلها فيش محل يقعدوا الموظفين في ممارسات فيه أمور فيه قصص ما فيها دولة تستمر بهالعقلية هاي دي من إدارة الدولة ما بتقدر وقصص الفحاد نحنا أنا بقلك من هلأ ويسجل كلام إذا استمرينا هايك راحين على الفلاس راحين على أزمة تعالى فيه أهم شيء بدني تعملي أنت إصلاحات وتخدي قرارات وقتي بتكوني قادرة تعمليها لما بتصيري مجبورة تعمليها بيكون الوضع عملها غير بشع لا بيصير الوضع كتير بشع لأنك تعمريها والدم بالأرض كيف يعني بيكون ببدي أحكي بدل اليونان وين مياخدين حالنا طيب بس كمان فيه رأي كمان بيقول معالي الوزير إنه فيه مكون لبناني هو حزب الله بدوا نوصل لحال الإفلس السياسي والمالي والاقتصادي لتقوم دولة جديدة بناءً للمؤتمر التأسيس يعني هذا السيناريو دايماً عم نقرأ بك يا رولا إلا إنه وليش ماشي معه إلا 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 حسب الله كم نائب عنده 12-13 نائب إلا من البقين لش ماشيين لش ماشيين شفوا الورقة طبعه وقولوا لأ ما نهش نوصل لهم لش إنه الإنقاذ ما بد ما بد يعني الخطة اللي عم تحكي عنا ما البقين ما هني مراحين ما هني ماخدين البلد لهنيك يعني إنه شو هل يعني هيدا فكر سوري بس إنه ما بتعتقدوا واقعين أعوذوا بالله ما عندوش ناس عايشين بالبلد مش شعبه هيدا اللي عم بيعاني كمان كيف الكلام هيدا ما الشعب كل الشعب عم بيعاني نفس المعاناة نحنا اليوم الذكرى العاشة لحرب تموز الأوريان الجور يمكن منشات هي أدأ أو أكثر منشات عبرت عن التساؤلات بعد عشر سنوات من هذه الحرب عشر سنوات إذن على حرب تموز بأي نتيجة وأي تعبر أو دروس أية تعبر يمكن الخروج منها بعد كل هذه السنوات يعني العبر إنه ما في غير القوة بتواجه القوة يعني بنهاية المطاف يعني أنا ابن جنوب أهل جنوب بتذكروا تماماً يعني سوري بس بالعرب الداري كان ينقال الكف برقبتهم كان أي مش ضروري ظابط أي رئيب إسرائيلي يفوت على أي ضيعة يعني يلقق الناس يخدهم على التوقيف نعم يضرب يعمل الطيران يطلع يضرب كذا بعد حرب تموز صارنا عشر سنين يعني الاستقرار الموجود يمكن الجنوب اليوم هو أكتر منطقة مستقرة مش كمان بفضل اليونيفل والقرار سبعة عشر في الواحد ما كانوا إجوا اليونيفل ما هني لو محارب تموز ما كانوا إجوا ما هني اليونيفل رولا بس بين الألفين والألفين وستة شو صار لي ما هو صار شي خليني بسئلك يبتل كلمتان اليونيفل كانوا من الـ 78 موجودين اجت إسرائيل بالألفين قررت تنسحب هل يا ترى راحت على الأمم المتحدة قالت لهم أنا بدي انسحب بعطوا قوات يونيفل تقعد على حدود وتحفظ الأمن لانسحب لا عملت مكيدة وانسحبت فجأة نعم أنه بركي بيصير مدبحة وهيضا بقيت بقيت أنه حاب الفراغ يضلوا موجود لا تقدر تتصرف مثل ما بدأ يا ساعة اللي كان وما تنسي أنت أنه اليونيفل ما سبق اجتحتهم هي بـ 82 ما كانوا موجودين ما خرقتهم نصفوفهم وفاتت عملت حرب فإذا اليوم اللي وجود اليونيفل أكيد مساعد لبنان ملتزم بالقرار 1701 كل هم لبنان لبنان ما احتل الأرض حدا يعني لبنان أهل الجنوب ما فاتوا على أرض حدا كل همنا نحن نحافظ على أمننا وعا استقرارنا ونحمي حالنا فاليوم يعني وجود اليونيفل عامل مساعد اهتمام الدول جيد اليونيفل لهم تأثير حفظ الأمن وأيضا لهم تأثير إيجابي اقتصاديا اقتصاديا يعني اليوم المناطق تطلع على منطقة يعني اليوم مثلا المناطق اللي ما فيها يونيفل أنا مثل نبطي ما عنا يونيفل نحسد مثلا منطقة سوري اللي عدى يونيفل لأنه في أسواق حياة الأصدقية لأنه في أنفاق في هذا فإذا نعمل إيجابي بس ما ننسى أنه يعني التوازن الرعب اللي أصبح قائم خلق حالي من الاستقرار لأنه كمان اللي بده يضربك بده يحسب عشرين حساب كمانه هو هيكل ضربي بس لا بتعتقد أنه من بعد حرب سورية وتورط حزب الله بالإتالة بسوريا بعده عنده نفس هذه الرهبة على العدو الإسرائيلي يعني حسب التأكيدات اللي بتصدر دائما من سيد حسن أنه هنه جهوزيتهم تام بالنسبة لموضوع العدو الإسرائيلي هلأ أما موضوع يعني الحدود اللبنانية مع سوريا يعني التهديد التكفير اللي قائم من هذه الحدود وشفنا يعني أنه اليوم شي غير مسبوك أنه عشر انتحاريين على ضيعة يعني في القاع عشر انتحاريين يعني أنه جد أمر مستقرب فهذا التهديد الإرهابي ماذا القائم أيضا يعني ومشكور الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللي عم تجتهد كل يوم إن كان على الحدود ولا في الداخل اللبناني يعني وقرينا كلنا بآخر فترة عن كم عملية تم تعطيلها من خلال جهد وعي الأجهزة الأمنية اللبنانية يعني من نوجه لهم تحية يمكن اليوم نرجع بكرر دايما إنه في مؤسستين في لبنان برغم الفوضى السياسية اللي نحن عم نعيشها يعني استطاعوا أنه يخلوا البلد واقف ومستقر يعني ماليا من جهة مصرف لبنان علاءات وبر يعني سعيوا لحتى يضخ أموال بالسوق ما يخلي اقتصادي نشف بالمرة واجهد القوى الأمنية اللي هني قادرين كمان بنفس الوقت أنه يعني يتواصلوا مع العالم ياخدوا دعم في تنويه كبير بالجهد اللي عم يعملوا لبنان بمحاربة لرهاب هيدا شغلي طبعا بيفتخر فيها اللبناني أكرا في جلسة هيك تعليق أخير قبل ما نطم الحلقة عقولي يصير فيها مفاجأة أم ستلاقي مصير الجلسات السابقة بالنسبة لانتخاب الرئيس ما بتصور أبي قاب يعني نشوف هالجهد التواصل اللي عم ينعمل هلأ إذا جاب نتيجة ممكن ساعتها بقلب الخلوات يعني ينقعد على الطاولة الكل مع بعض وسمعت أنا مؤخرا أنه القوات لبنانية حابين يشاركوا هالمرة بالحوار شي جيد بيكون إذا كان صحيح الكلام ماك سمعت فصحيح الكلام يعني خلينا يعني عن جد نعمل نحول هالخلوات لمؤتمر وطني حوار وطني حقيقي يعني نشوف كل الأضوية الحمرة اللي عم بتضوي ونسمع صرخة الشعب اللبناني اللي وضعه صار كتير سيء وكتير مأهور ونطلع على المخاطر الحقيقية الإرهاب النزوح الاقتصاد ونجرب نلاقي حلول حتى نواجه هالأزمات هذه إن شاء الله خير مع الأستاذ سيجابر هل تمني مكونوا صمنا لختم الوقت بدي أشكرك شكرا جزيلا أهلا وسهلا فيك أعيد لكل المشاهدين شكرا للمشاهدين أيضا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين